لو حد ناوي يدخل فيلم أستاريس بورن في سينما بوينت ناينتي زي حالاتي كده أنصحك توصل قبل الفيلم بربع ساعة في الدور الأرضي حتلاقي فريش فود ماركت ادخله وافضل ماشي على طول لغاية لما تلاقي أربع ممرات الممر اللي على الشمال خالص آخر قسم فيه هو القسم بتاع الزمزميات واللانش بوكسز ودليل المرأة العصرية للشخصية المصرية حاجات ما لنشدعوا بيها كده المهم وراها على طول حتلاقي قسم المنتجات الورقية عندهم هناك علبة مناديل فاين ظريفة كده بخمستاشر جنيه اشتري واحدة وانت دخل الفيلم هتحتاجها احداث فيلم أستار سبورن بتدور عن علاقة حب بتنشأ ما بين جاكسون مين المطرب المشهور وقالي البنت البسيطة اللي بتحب الغنى جاكسون بيقابل قالي بالصدفة وهي بتغني في بار متواضع وبيعجب بيها وبموهبتها وبيستمر في التواصل معها وبيشجعها على انها تغني الأغاني اللي هي بتكتبها علاقة الإعجاب بتتحول لحب وبيستمر معها دعم الموهبة عشان صوتها يوصل لجمهور أكبر وفعلا قالي بيتم اكتشافها وبتبدأ تاخد خطوات النجومية في نفس الوقت اللي إدمان جاكسون للخمرة والمخدرات بيبتدي يكتب سطور النهاية لنجوميته فيترى علاقتهم ممكن تستمر ويترى قالي هتختار مستقبلها ولا حبيبها ده اللي أحداث الفيلم بتكشفه فيلم أستاريس بورن هو إعادة لنفس القصة اللي تقدمت قبل كده سنة 37 و54 و76 وجدلا كمان سنة 2011 من خلال فيلم دي أورتست اللي كان مفاجئة الأوسكر ساعتها نفس الآلب الغنائي الرومانسي الحزين في معالجات مختلفة مع الحفاظ على نفس المحطات الرئيسية لقصته توضيح مهم بس عشان موضوع غنائي ده ده فيلم درامي عادي ولكن فيه أغاني كتير مش كله أغاني زي لميز رابل مثلا الفيلم من بطولة برادلي كوبر اللي شارك في الإنتاج وكتابة السيناريو وأخرج الفيلم كذلك في أول تجربة ليه خلف الكاميرا يعني هو كان خلف الكاميرا وأمام الكاميرا وجنب الكاميرا وفي كل حتة عارفين انتوا بقى الطقم اللي بيتقال في أي تجربة إخراجية أولى لأي حد بتاعة الدماء الجديدة والنظرة المنعشة والمنظور المختلف والحاجات دي كلمتين في الغالب بيكونوا فرغين بنقولهم من غير ما ندلل عليهم أو نشرحهم بس عموما تجربة برادلي كوبر في أستاريس بورن مليانة دماء جديدة ونظرة منعشة ومنظور مختلف ومش عارف أدلل عليها إزاي أو أشرحها بجد ومن غير هزار الفيلم مليان عناصر شفناها مليون مرة قبل كده بس حقيقي المرة دي مختلفة يا ما شفنا قصص حب الحقيقة إحنا شفنا قصة الحب دي نفسها خمس مرات قبل كده بس المرة دي مختلفة يا ما شفنا مشاهد لأداء غنائي على المسرح بس المرة دي مختلفة يا ما شفنا رحلات صعود نجوم بس المرة دي مختلفة ويا ما شفنا رحلات سقوط نجوم بس برضو المرة دي مختلفة زي ما قلتلكم الفيلم محافظ على المحطات الرئيسية بتاعة القصة ولكن في الحشو اللي ما بين المحطات دي هو فعلا عنده حاجة مختلفة يقولها أهمها أنه عنده تعريف مختلف ومقنع للموهبة ودي أكتر حاجة عجبتني في الفيلم كله الطريقة اللي عرف بيها رؤيته للموهبة والطريقة اللي دلل بيها على التعريف ده طوال أحداث الفيلم أنا أحب قوي وأحترم الفيلم اللي يعمل كده اللي يخش يلعب في التلات أربع قناعات اللي موجودين في دماغي ويلخبطهم لي وده طبعا من غير أي إخلال في محركات الدراما قصة الحب، قصة صعود النجمة، قصة سقوط النجم كل دول بيتحركوا بمنتهى السلاسة ومنتهى الألم في نفس الوقت دي إبداعات سيناريو يا جماعة فيها رؤية سهلة قوي وانت بتتفرج تعرف إنها بتاعت برادلي كوبر وفيها حرفة أظن إن مركزها هو إيريك روف وإيريك روف ده موال كبير قوي ده اللي شارك في كتابة بي إنسايدر وميونيخ وفورست جنب وكسب عنه أسكر وفيه قاسم مشترك ما بين سيناريوهات الأفلام دي كلها وهي إنها كلها يا إما مقتبسة يا إما معادة يعني الراجل ده معلم في النقطة اللي قلت عليها نقطة الحفاظ على المحطات الرئيسية والإبداع في الحشو والإبداع ده هو اللي ساعد في إن الفيلم ما يقعش كتير في فخ الملل أصل خلونا صرحاء يا جماعة دي قصة أنا عارفها من أولها لآخرها ومليانة غنى وأنا ما بحبش الغنى في الأفلام بس المرة دي الوضع مختلف لسببين أولا إن الأغاني محرك رئيسي وفعال جدا في دفع أحداث القصة وثانيا ببساطة إن الأغاني جمدة جدا حتى الأغاني اللي متقدمة في الفيلم كدليل على الجانب المظلم لتعريف الموهبة اللي تكلمت عنه في الحقيقة حلوة فلما تكون محضر منظور جديد وفلسفة مختلفة وتغزلها بحرفة شديدة جدا جوا محركات الدراما اللي هي قصة الحب قصة صعود النجمة وقصة سقوط النجم وتقدمها لي في أغاني جمدة جدا يبقى أنا ضروري اشتريت دا كان ناجح بصورة كبيرة جدا في المراحل المبكرة من الفيلم المراحل اللي كان فيها مساحات زمنية وسعة شوية ما بين كل محطة رئيسية منقولة وكل محطة رئيسية منقولة أخرى بس مع تقدم أحداث الفيلم واقترابه من النهاية المسافات دي دقت شوية فالفرصة بقت قليلة جدا في إنك توريني حاجة معرفهاش أو إنك تستمر في خدمة الفلسفة بتاعتك أو حتى إنك تديني أغاني تانية حلوة في المراحل دي الدنيا بقت أحداث وبس أحداث أنا عارف أغلبها وعشان كده بقى فيه شوية ملل دليلي على كده إن آخر أغنيتين في الفيلم أنا الحقيقة سرحت فيهم عشان نكون واضحين بس ده العيب الوحيد إني عارف اللي حيحصل وإن الفيلم ما غيرش أي حاجة في الأحداث دي ولو حد ما يعرفش قالب القصة الرئيسي أعتقد إنه حيبقى في السليم لكن المكونات السينمائية زي السيناريو والإخراج والأداء التمثيلي عشرة على عشرة من أول الفيلم الآخر الفيلم برادلي كوبر مخرجا فوق الممتاز والفضل يرجع له تماما في كل الأحاسيس المختلفة اللي جات لي وأنا بتفرج على حاجات عارفها دي علما بإن ده فيلم حقيقي صعب حتى لو في إيد مخرج متمرس وعلى مستوى الأداء التمثيلي أعتقد إنه المنافس الأوحد لغاية دلوقتي على جائزة الأوسكر أفضل ممثل في دور رئيسي ده لغاية لما نشوف الزغاليل الأخرى عاملة إيه يعني مليانة صعود وهبوط واحتياج للتعبير عن أحاسيس معقدة جدا من غير كلام كتير وكوبر مقدم ده كله بمنتهى الهدوء ومن غير أي مبالغات عنده في الفيلم كذا مشهد انهيار تام وما عندوش ولا لحظة هستيريا لدي جاجا برضو ممتازة جدا وتعتبر مكون رئيسي في حالة الانتعاش بتاعت القصة وأداءها التمثيلي في المشاهد العادية جيد جدا ولكن تعبرها الدرامي في المشاهد الغنائية حاجة تانية وده بيخليني أتساءل هو أنت لو حتعمل شخصية مغني أحسن تجيب ممثل وتعلمه يغني ولا تجيب مغني وتعلمه يمثل لأن في الفيلم ده إحنا عندنا النموذجين واللي كنين حاجة مفيش أجمد من كده يمكن على مستوى التمثيل يعيب الفيلم بس أنه مفيهوش مساحة كبيرة لأدوار مساندة جيدة يمكن أفضلها الدور اللي قده سام إليت بس برضو يعيبه أن خط الأحداث بتاعه متسرع شوية أظن مع الأداء النقدي والتجاري للفيلم مش حبقى جبت التايها يعني لما أقول أنه حلو بس فعلا أنا شخصيا اتفاجئت أنه ممتع ومؤثر وكمان مرة الأغاني جمدة جدا يا جدعان أنا أعتقد أن الموضوع أسكر أفضل أغنية ده تحسن خلاص شالوا اللي حتكسبها لو أي حد بيعمل فيلم ونوي يحط فيه أغنية على أساس أنها حتنافس يعني شلها حط ما كانها نجفة ولا حاجة تقييمي لفيلم أستاريس بورن هو تمانية ونص من عشرة وليبدأ موسم الجوائز مناقشة الحلقة وبمناسبة موسم الجوائز تفتكروا إيه هي أهم الأفلام اللي حتكون في الصورة ياريت تساهموا برأيكم في القومنز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر